الليكزيري مستمر ولا لا؟ دي قضية رأي عام بين الجماهير دلوقتي عقد سيف الدين الليكزيري مستمر مع الزمالك نفيش أي شروط جزائية تجبر نادي الزمالك إنه هو يبيعه الموسم ده وبالمناسبة اللاعب نفسه ما بيفكرش في الرحيل عن الزمالك كلنا سمعنا القصة كده الأيام اللي فاتت دي وهي بالمناسبة منطقية عروض خالجية مغرية تلاحق سيف الدين الليكزيري ده أمر طبيعي على فكرة أي لاعب سيف الدين الليكزيري هو مهاجم مميز تقلق الحقيقة فيه كأس العرب مع منتخب تونس وكان أفضل مهاجم في البطولة كمان تم تتويجه بلقب هداف العرب في البطولة دي منطقي جدا أي لاعب بيتقلق هو بيجي العروض احترافية كتير جدا ده نتيجة اجتهاده ونتيجة أنه هو قدم مستوى هايل جدا في بطولة كأس العرب فمن الطبيعي جدا أنه هو يجيله عروض المهم هنا هو اختيارك كلنا عارفينه أن الزمالك عنده إيقاف في القيد الشتوي ما عندهش رفاهية التعاقد مع مهاجم سوبر جديد والزمالك عنده في القيمة دلوقتي اتنين مهاجمين وهو الليكزيري والتاني عمر السعيد والموسم لسه طويل لسه متبقي 26 سبوع في الدوري ولسه كمان هنبدأ مشوارنا في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يعني فنيا إحنا محتاجين سيف الدين الليكزيري وما فيش أي نية لبيعه أو حتى الاستغناء عنه لكن عايز أقوله على حاجة إمتى بقى ممكن الزمالك يفكر في بيع الليكزيري في يناير لو مثلا رجع مصطفى محمد من جلطة سرايا التركي في يناير ممكن وقتها الزمالك يفكر لو رجع كمان مسامة فيصل أو مروان حمدي المعارير للبنك ويهي سموحة وقتها الزمالك ممكن يفكر في بيع الليكزيري وده كمان مش هيحصل إلا في وجود عرض مالي ضخم ومغري جدا يعني الليكزيري حاليا 8 مايقلش عن 4-5 مليون دولار وقتها ممكن آي بقى فيه تفكير ممكن بقى فيه خطة بديلة ونشوف وقتها كلام واقع عن بيع الليكزيري إنما دلوقتي عايزين نقول لجماير الزمالك تسمعوش متشغلوش بالكم سيبوا اللي بيتقال يتقال متشغلوش بالكم باللي بيتقال العروض اللي تقالت دي عروض شفاهية أو شفوية بس ما فيش حاجة رسمية في إيد إدارة نادي الزمالك أو وصلت لإدارة نادي الزمالك وإحنا واسقين إن التركيز الكامل عند الليكزيري مع الفريق وهو الحقيقة كان أول لاعب حاضر فيه المدرجات وبيشجع الزمالك في مباراة المقاولين وقد إيه هو بيحب النادي وإحنا شايفين ده وقد إيه هو بيقدم الحقيقة كتير جدا لنادي الزمالك اشتركوا في القناة